كما يتعرض اللاعبون لمعزق أسوأ اللحظات المحرجة في تاريخ الرياضة لحظات لا تنسى السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام في كل مكان في عالم الرياضة تحدث الكثير من الأمور والتي توثقها كاميرات تكون موجودة في المكان ولكن هناك لحظات استثنائية تم تصويرها وسنشاهدها معا للاعبين أدخلوا نفسهم في مأزق دون أن يشعروا فلنشاهدها معا لنبدأ في مباراة التنس الثنائية هذه بعد أن قام لاعب الفريق برمي الكرة إذ حاول لاعب الفريق الثاني أن يرجع الكرة بطريقة جميلة ولكنه فشل مما أدى إلى استضامه في الحائط هذه نهاية كل من يبتكر حركات جديدة لا يعرفها أثناء تتويج فريق يوفينتوس بكأس إيطاليا إذن رونالدو كان يحمل الكأس ويريد التصور مع زوجته وابنه جونيور لكن الكأس يفلت من يده ويرتطم في رأس ابنه في مشهد مضحك للغاية في مباراة البيسبول هذه وبعد انفراد تام بالمرمى وكاد أن يفوز هذا الفريق لكن اللاعباء أخطأ ولم يستطع تصويب الكرة بالمرمى بعد انزلاق الكرة فقام هؤلاء اللاعبين بعمل هجمة مرتدة وفازوا في المباراة مما جعل اللاعباء يشعروا بالندم في مباراة المصارعة الحرة هذه شاهدوا الحكم يقوم بالتحديق بيكتاف اللاعبين بطريقة مضحكة شاهدوا كيف يصحفوا على الأرض هنا وبعد هجمة في الكرة حاول الحاري استفاد الركنية لكنه أعطي الكرة للعب وليته لم يفعل إذن اللاعباء قام بإدخالها في الشباك وتسبب في خسارة فريقه في مباراة كرة السلة هذه قام اللاعب برامي الكرة إلى السلة بعد قفزة عالية ولكنه صعد فوق كتفي اللاعب الآخر مظهر مضحك فعلا في مباراة كرة القدم الأمريكية أخذ هذا اللاعب الكرة وتوجهه إلى المرمى لكن صادف في طريق هذا اللاعب والذي ركله بوجهه في قدمه في مظهر مضحك للغاية لحظات لا تنسى بالفعل هنا وفي مباراة البيسبول بعد أن ضرب هذا اللاعب الكرة ذهب ليجري وظن هذا اللاعب أن الكرة ذهبت بعيدا لكنها التسقت بجسمه وهو يبحث ولا يشعر أنها ملتسقة هنا قام حكم المباراة في لا ليجا بإيقاف المباراة للذهاب إلى الفار لكن غرفة الفار لا يوجد بها حكام ماذا حدث يا تورا؟ هنا في مباراة كرة السلة وبعد أن أخذ هذا اللاعب هجمة مرتدة كان هذا العامل ينظف الأرضية ولم ينتبه مما أدى إلى إفشال هذا الهجوم هنا هذا حكم وعن طريق الخطأ رفع يد اللاعبة الخاسرة ينظر إليها ثم يرجع إلى اللاعبة الفائزة هنا في سباق الزلاجات السريعة يقوم الشباب هنا بدفع هذه العربة ولكن يركبون بها بسرعة لكن هذا اللاعب أخطأ في الركوب وعاد مجددا بطريقة مضحكة هنا في مباراة البيسبول هذه وعندما رمى اللاعب الكرة إذن المضربة أفلت من يده لكن لم يفلت لقد انكسر فعليا وهنا في مباراة كرة القدم الأمريكية هرب هذا اللاعب بالكرة ولكنه لم ينتبه إذ أنه اصطدم بالصور ووقع على الأرض في مشهد مضحك في ملعب كرة السلة هذا قفز اللاعب ليضع الكرة على ترامبولين لكنه داخل أيضا هو في الشباك هنا في مباراة الهوكي قام اللاعب برمي الكرة على الحكم ولكنها اصطدمت في منطقة حساسة له هنا في المباراة النسائية لفريق برشلونة وبروسيا دورتمون أخذ فريق بروسيا انفرادا تام مع الحارس ولكن طمعوا الفتيات وأن كل واحدة تريد الهدف لها فأخطأوا جميعا ووقعوا أرضا ولم يدخل أي هدف هنا في مباراة التنس وبعد الدربة القوية ثم عادت الدربة مجددا لكن ديوغوفيتش ضرب الكرة بزميله في مشهد مضحك للغاية انظروا إلى ردة فعله في لعبة المصارعة هذه استضم رأس اللاعبان في بعضهم البعض مما أدى إلى وقوعهم معا على الأرض وفقدان الاثنين لوعيهما يبدو أنها ضربة قاضية مزدوجة الحكم يحاول إيقاذهما لتكملة المباراة لكنهم لا يستطيعون في مباراة كرة السلة هذه حاول اللاعب إظهار قدراته الغبية لكنه وقع ووضع نفسه في موقف محرج في مباراة البيسبول هذه قام اللاعب بضرب الكرة بكل قوة ولكن هذه المرأة حاولت التقاط الكرة بداخل العصير الخاص بها فدخلت الكرة داخل العصير وانتشر العصير في كل مكان هنا وبعض قيادة سريعة في سباق الدرجات فوقع البروشوري الإعلاني عليهم مما أدى إلى وقوعهم داخله لكن لحصن الحظ أنه مصنوع من الفلين إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هايسبور الإخبارية فلا تنسى الأعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق المحفوظة لدى قناة هايسبور ترجمة نانسي قنقر